في شروط الحج شروط صحة الحج اثنان الوقت والإسلام يصح حج الصبي ويحرم الصبي بنفسه إن كان مميزا ويحرم عنه وليه إن كان صغيرا الإحرام النية ويفعل به ما يفعل في الحج من الطواف والسعي وغيره أما الوقت إذن الشرط الإسلام لا يصحه من كافر أما الوقت فهو شوال يعني وقت الإحرام شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة إلى طروع الفجر من يوم النحر كل هذا وقت للحج فمن أحرم بالحج في غير هذه المدة فهي عمره وجميع السنة وقت العمره ولكن من كان معكوفا على النسك أيام منا فلا ينبغي أن يحرم بالعمره لأنه لا يتمكن من الاشتغال عقيبه لاشتغاله بأعمال منا أما شروط وقوعه عن حجة الإسلام عن حجة الإسلام عن حجة الركن وعن حجة التطوع فخمسة شروط الإسلام فلا يصح من كافر الحرية يصح من عبد ولكن لا يقع عن حجة الإسلام والبلوغ يصح الحج من صبي ولكن لا يقع عن حجة الإسلام فإذا بلغ عليه أن يحج مرة ثانية العقل فلا يصحه يصحه الحج من مجنون ولكن إذا أفاق المجنون عليه أن يحج مرتان أخرى والوقت أن يكون ضمن وقت الحج أما شروط لزوم الحج من يلزمه الحج فخمسة أمور البلوغ والإسلام والعقل والحرية والاستطاعة ومن لزمه فرض الحج لزمه أيضا فرض العمرة فالعمرة فرض كالحج على الراجح من أقوال العلماء أما الاستطاعة كيف يكون الإنسان مستطيعا فتكون استطاعة جسدية بأن يكون صحيح الجسم واستطاعة في الطريق بأن تكون الطريق آمنة ما فيها قطاع طريق أو ما يكون فيه عنده معوقات في الفيزا والإقامة وما إلى ذلك وفي المال بأن يجد نفقته في ذهابه تذاكر الذهاب والإياب والإقامة ونفقت عياله الذين تلزمه نفقتهم في حال غيابه ومن استطاع ذلك لزمه الحج ويجوز له التأخير ولكنه في ذلك على خطر فإن تيسر له ولو في آخر عمره سقط عنه وإن مات قبل الحج وهو مستطيع لقي الله عاصيا بترك الحج وكان الحج في تركته فعلى ورثته أن يحج عنه ومن مات ولم يحج مع اليسار فأمره شديد عند الله عز وجل قال عمر رضي الله عنه لقد هممت أن أكتب في الأمصار بضرب الجزية على من لم يحج ممن يستطيع إليه سبيلا إذن هذه هي إخواني الكرام شروط الحج بعد شروط الحج نتحدث عن أركان الحج وواجبات الحج أما أركان الحج التي لا يصح الحج بدونها فخمسة أمور الإحرام الطواف السعي بعد الطواف الوقوف بعرفة الحلق وأركان العمرة نفس أركان الحج باستثناء الوقوف ما وراء الأركان هناك الواجبات تركها لا يبطل الحج ولكن تركها يوجب الدم وهي ستة أمور الأمر الأول الإحرام من الميقات فلو تجاوز الميقات ثم أحرام حجه صحيح ولكن عليه دم والدم بمقدار شات و قلنا الإحرام من الميقات وأيضا الرمي الرمي أيضا واجب وتركه فيه دم نعم أما المكوث في عرفة إلى غروب الشمس والمبيت بمزدرفة والمبيت بمنى وطواف الوداع فهذه الأربعة يجبر تركها بدم يعني أضاف إلى قلنا الإحرام من الميقات الرمي والمبيت بمزدرفة المبيت بمنى طواف الوداع هذه كلها واجبات هذه ستة واجبات للحج ولكن اختلفوا في الواجبات الأربعة هذه الشافعية اختلفوا في الصبر حتى تغرب الشمس يوم عرفة والمبيت بمزدرفة والمبيت بمنى فطواف الوداع اختلفوا هل يجب الدم أم يستحب والقضية قضية فقهية طويلة الذيل لا نخوض فيها ثم ننتقل إلى أمر آخر وهو وجوه أداء الحج وجوه أداء الحج الوجه الأول وجوه أداء الحج والعمر معا ثلاثة وجوه الأمر الأول الإفراد وهو الأفضل عند الشافعية وذلك أن يقدم الحج وحده فيقوم بالحج كاملا فإذا فرغ من الحج خرج إلى أدنى الحل فأحرم وأعتمر فالإفراد يعني الحج بروحه لوحده والعمر لوحده وأفضل الحل لإحرام العمر الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية وليس على المفرد دم يعني ما عليه دم النوع الثاني من أداء الحج القيران وهو أن يجمع بين الحج والعمرة مع بعض فيقول لبيك بحجة وعمرة معا فيصير محرما بهما ويكفيه أعمال الحج وتندرج العمرة تحت الحج كما يندرج الوضوء تحت الغسل إلا أنه إذا طاف وسعى قبل الوقوف بعرفة فسعيه محسوب للنسكين يعني الحج والعمرة أما طوافه فغير محسوب لأن شرط الطواف طواف الفرض في الحج أن يقع بعد الوقوف بعرفة وطبعا طواف القران أو حج القارن والقران عليه دم إلا أن يكون مكيا فلا شيء عليه لأنه لم يترك ميقاته إذ ميقاته مكة النوع الثالث من طرق أداء الحج وهو التمتع وهو أن يجاوز الميقات محرما بعمرة يعني يحرم بعمرة ويؤدي العمرة ينتهي يتحلل بمكة ويبقى بمكة يتمتع بالمحظورات إلى وقت الحج ثم يحرم بالحج ولا يكون متمتعا إلا بخمس شروط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام من أهل مكة يعني الحرام أن يقدم العمرة على الحج وأن تكون عمرته في أشهر الحج وأن لا يرجع إلى ميقات الحج ولا إلى مثل مسافته لإحرام الحج وأن يكون حجه وعمرته عن شخص واحد فإذا وجدت هذه الأوصاف كان متمتعا ولزمه دم شات فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم النحر متفرقة ومتتابعة وسبعة إذا رجع إلى وطنه إذن هذه طرق أداء الحج الإفراد يحج انتهى يتحلل يحرم من أدنى الحل يعمل عمرة يتحلل انتهى القرار الحج والعمرة مع بعض وعليه دم الثالث التمتع يحرم بالعمرة ينتهي من العمرة يتحلل يتمتع بمحظورات الحج قبيل الحج يذهب يحرم ويشرع في الحج هذا التمتع وفي التمتع إيش عليه شات فإذا لم يستطع يصوم ثلاثة أيام في الحج قبل يوم النحر ويصوم سبعة إذا رجع إلى بلده تحلل 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 اشتركوا في القناة